الطريق إلى سهج، الطريق إلى الصعيد بشكل عام بص الصعيد فيه، أنا من إيه هي؟ 3-4 أيام؟ 3 أيام تقريباً كنت أقولك على الإمكانات المصرية والصعيد الحقيقة فيه كم إمكانيات مخيفة سواء إذا كان على مستوى الموارد الطبيعية الموجودة في الصعيد أو على الإمكانات البشرية ولازم تبقى فاهم أنه جزء من أزمات مصر الكبرى كانت هي أن ما كانش بيحصل أي تنمية في الصعيد يعني هضرب لك مثل بسيط كده حضرتك كان في حاجة اسمها الهجرة الداخلية ودي اللي قدت إلى ظهور ما نطلق عليه عشوائيات الهجرة الداخلية دي كان أغلابها بيجي من عند أهلين في الصعيد لأن ما كانش ليهم فرصة عمل في محافظاتهم ولا مدنهم ولا قرواهم ولا نجوعهم ولا كفرهم ولا عزبهم إلى آخره فبيضطر يتحرك إلى مدن يقدر يجد فيها فرصة عمل طبعا من أبرزها القاهرة والأسكندرية فتحصل هجرة داخلية وفي نفس الوقت تحصل هجرة غير شرعية لأنه أولادنا عاوزين يأكلوا لقمة عيش فيعمل إيه فيفضل يفكر يمين وشمال ينزل وشطان على دماغه ويقول له بص أنت تبيع قراطين الأرض والدهب بتاع الوالدة ولا بتاع زوجتك علشان أنا هطلعك تشتغل في مش عارف إيطاليا ولا إيه وإيه عالم يوصل أو ما يوصلش ولما يوصل طبعا بيعاني الأمرين وهو كل اللي في دماغه عاوز لقمة عيش عاوز يشتغل ويفتح بيت عاوز يتجوز عاوز يصرف على البنت ويجوز الواد يعني كل ده لأنه ما فيش تنمية في الصعيد فأنت تقعد تفكر ليه الدولة عملت كده يعني أنت عارف لو أنه دولة بتتحرك ضد نفسها عمدا عمدا ما توصلش للدرجات دي سيبنا من ده خليني في الجديد الجديد اللي بنشتغل عليه بقالنا 8 سنين إنه ما فيش حطة في مصر وبالمناسبة ده كلام رئيس الجمهورية ما فيش حطة في مصر مش هنروح لها ده كلام الرئيس لو تفتكر تقريبا من حوالي 7 سنين 6 سنين ونص ما فيش حطة في مصر مش هنروح لها ووعد وسدق ما فيش حطة في مصر ما فيهاش شغل دلوقتي مش بقولك ما فيهاش شغل يعني ما فيهاش فرص عمل ما فيهاش شغل يعني بتمتد إليها يد الدولة بالبناء وبالتعمير ومحاولة إيجاد فرص العمل وبالتنمية إلى آخره والشغار الكبير مش زي ما كان بيدحك علينا زمان نحن وحققوا معدلات النمو كان نمو بلا أي تنمية علشان كانت الفلوس بتتحط في جيوب بعضهم لكن اللي بيجرى في مصر التنمية حق المواطن إنه يعيش صح يتعلم صح يتعالج صح يشتغل بالمظبوط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر